احتمالية تكوين ال-DNA بنظام الترجمة لها هو الريبوزوم في سلسلة موضعات بتاعتنا Evolution is not science أو التطور ليس علما اللي بنقولها دايما في ده فاحتمالية تكوين ال-DNA بس يكون معا نظام الترجمة اللي يترجمه اللي هو الريبوزوم عرفنا ان بروتين لا يتكون في الطبيعة وايضا جين ما يتكونش في الطبيعة لا بالظروف ولا بالاحتمالات رغم الهم المحتاجين يكونوا موجودين مع بعض من البداية الجين والبروتين والانزيمات وليس ذلك فقط ايضا بل يوجد ايضا الريبوزوم او نظام الترجمة للشريط ال-DNA ده المنظر قدام حضراتكم الريبوزوم ال-RNA هو اللي بيقرأ بيشتغل معه ال-TRNA اللي بيشيل الأحماض الأمينية بالترتيب لحسب ما بيقرار الريبوزوم سبب الاحتياج لريبوزوم لأن النظام يصنع من ال-DNA يعني ال-DNA هو اللي بيصنع الريبوزوم بس الاشكالية ان الريبوزوم هو اللي بيترجم ال-DNA علشان يصنع اي حاجة مين فيهم الاول اللي يصنع الريبوزوم بس هو ما ينفعش يصنعه لان الريبوزوم اللي بيترجمه ولا الريبوزوم اللي يترجم ال-DNA بس الريبوزوم مش هينتك بدون ال-DNA نفسه يعني لازم يكون اتنين مجدين مع بعض هل تكون ال-DNA بالصدف في هذه الشربة العدوية المزعومة من بعض معادم هل تكون معاها كمان نظام معقد جدا من الترجمة؟ على فكرة ده مش سؤال انا الواحدة ده تعجب من علماء كتير من حتى من بعضهم اللي كان مؤيد لتطور قال واحد من العلماء مقررا بهذا الامر وهو دين بيقول انه لغة ال-DNA مثل اي لغة لا يمكن ان تكون ظهرت عفويا عشوائيا فاي حروف لغة رتبتها عشوائيا تنطق فقط لغبطة ده نص كلامه اللي قدام حضراتكم ايضا قال العالم اخر وهو جيمد يقول الكود لا معنى له ما لم يترجم الخلية الحديثة الات الترجمة مكونة على الاقل من خمسين مركب كبير هم انفسهم مشفرين على ال-DNA الكود لا يمكن ترجمته الا بمنتج الترجمة يعني عشان يطلع المترجم ده هو عايز يكون حد ترجم ادي ان ايه عشان ينتج المترجم وهو التعبير الحديث ان كل الشيء حي جاء من بيضة متى وكيف غلقت الدائرة هي اصعب بكثير جدا من ان نتخيل الامر مش بالبساطة اللي بيقولوها او بيخيلوها ان شورب عدوية ظهرت منها حيالا عشان كده لا يوجد تفسير علمي يصلح لتفسير فرصة او فرضية تكوين ال-DNA بالصدفة في الطبيعة لكن تفسير العلمي يثبت خطأ هذا الامر وايضا ما ينفعش نفترض جدلا انه تكون ال-DNA بالصدفة ونظام ترجمة بالصدفة لان واحد منهما ليس له قيمة بدون الاخر ولا يعمل بدون الاخر ولا ينتج في الاصل بدون الاخر ده بالاضافة اللي قلناه في الجزء اللي فات نفس الامر ينطبق على الجينات الجديدة للتطور بمعنى الجين لابد ان يكون معبر من البداية ويعمل فيه منظومة ما ينفعش يتطور عشوائيا لانه لابد من ان يعمل فيه نظام متفق مع هذا الجين ما ينفعش يظهر جين جديد ليس له وجود سابق ويدخل في المنظومة مباشرة عفويا ده يحصل لخبطة فهل الطفرة ظهرت اولا ولا النظام اللي تشتغل فيه الطفرة ظهر اولا لانه كل واحد منهم بدون الاخر مهوش فايدة بل يكون قاتل عشان كده الطفرة في الطب اسمها سرطان كل ده يؤكد ان النظام لابد ان يكون خلق بدقة بمصمم رائع لانه معقد جدا واي من عناصره ما يكونش موجود لا يعمل بدون وجود النظام بالكامل يعني عشان اوضح النقطة اللي انا قلتها الاخرانية سمكة هيحصل فيها الطفرات في جيناتها تتحول الى برمائي ورغم ان انا وضحت المرة اللي فاتت مفيش حاجة اسمها اكتساب جين ليس له وجود سابق لكن حتى لو تماشينا جدلت الجين الجديد ده مش هينفع يدخل في المنظومة مباشرة لازم يكون مبرمج ذاكي كاتب البرنامج بالكامل لهذا البرمائي مش سمكة تتحول لبرمائي الشريط النووي ده يشهد على مصمم رائع هو اللي كتبه لا يمكن الاضافة بالصدفة على تصميمه حتى وجود اي تشابه في بعض الصفات الوراثية لا تشهد على اصل واحد بل تشهد على مصمم واحد مانفعش افترض البرنامج الصوفتوير بتاع ويندوز 7 حصلت شوية لغبطة فيه في الداني ويندوز 8 مانفعش ده يشهد على مصمم هو اللي كتبه ولو اي تشابه يشهد على ان هو نفس المصمم كوماند ديزاين كلمت باختصار شديد لكن اللي عايز تفصيلات اكتر وتفاصيل اكتر في الموضوع ده بالمراجع وشاهدات العلماء يقدر يرجع للينكس اللي قدام حضراتكم على الشاشة هنا